اخر موضوع به في الحسنة انا كمان بن خليل اليوم رئيس سعبد العزيز المخلوفي تم اداع في حقه بطاقة اداع بالسجن مش نحكم ندخل في هذا مش ندخل في التفاصيل لكن فقط ينجمي اثر هذا على نادي سفيقسي رئيسه في السجن خاصة نعرفه على المشروع الايجابيه طبيعي جدا ينجمي اثر على خاطره بش قولك علش بنفسرها بطريقة 1 plus 1 يقال 2 نعرفه الناس كل انه 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 سعبد العزيز المخلوفي جاب مشروع جديد ويعتمد على امواله الخاصة للانتدابات والرفع من مستوى الفريق كما كل حال فرق تونسية الكل تستنى في رجال العمال طرج رياضي سيحمدي المد بالنادي الافريقي لمجال مستشهر الامريكاني يعني انه واضح جدا ان الرياضة في تونس تعتمد على رؤوس الاموال به النادي سفيقسي اليوم قدم مشكلة كبيرة لانه رئيسها ربي فرج عليه ان شاء الله ربي نور حقه اذا كان هو مظلوم اليوم بتاقتدع في السجن والقضية التي تعلقت به هي قضية من اختصاص القطب القضائي للقضايا المالية يعني قطب الفساد المالي وبحكم تجربتي كمحامية تسعة وتسعين فاصل تسع وتسعين بالمئة من القضايا المالية هذية يقع فيها التحجير ومعنت هذة الضرب حجر لا لا أبار بتاقتدع نفسهم الاموال يجمدو يقع تجميدها فهمت دونك لهنا النادي سفيقسي لهنا نرجع بين التاريخ سليم الرياحي وقت يتعلقت به قضايا في القطب المالي وقع تجميد الاموال متاعه وقت هالنادي الافريقي بدأ تدخل في الدوامة متاع الديون متاع عدم خلاص الاجور وا 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 أتمنى أنه رجالات النادي سفيقسي ملووا ليقفوا باش ما نوصلوش للمرحلة ذيك اليوم ربي فرج عليه الراجل في ذيقة إن شاء الله ربي نور حقه أعتقد أنه الاموال متاعه ستكون موضع تتبع قضائي دونك يلزم رجالات النادي سفيقسي في سع يقفوا ويلقوا سورس أخرى باش يتواصل النادي سفيقسي الحياة متاحه سينو دي دي فكلتين ينجموا يصيروا هي من الزافين يأثر غياب رئيظة اللي حتى على المستوى الفنية شوف هاد من الغير ما يدخل في التفاصيل متاع نسبة رئيس السياسي إن شاء الله ربي يفرج عليه لكن تأثر برشا شفت السياسيس عندها مشروع مشروع على مدى المستوى المتوسط والمستوى البعيد وذي حتى من اللي يبشكون عندهم لما كيمة طوب الحق متاح تخوف يسر السياسيس حسب ما يحكي متاح المتر بالرسمي تخوف على الأخ خطر عندك بكو دي ترانجي فمت والمجارب كيف كيف مصير وكيف كيف حق ومسالة ريالة كبيرة وشفت انتي متاح في دي سمبر متاح ثمانية بالمية من الانديا متاح لازم تدفع فلوس مش تمنع متاح متاح اللي ليكو تموم بتاع السنة ومتاحة بتاع مجي وعم مجي بالحق معتا أما الحاجة اللي لباية في السياسيس نتصور معتا كيمة فما سيمة خلوف معتا فما رجال عمال إن شاء الله يقربوا وكهو ويحبوا السياسيس الأخطر سيريذا مش إنه في السجن رئيس السياسيس إن شاء ربي يناول الحق سويا لي وإلا عليه الأخطر إنه يقول لك تجميد أموال حتى بش يتصرفوا عباد أخرين في الأموال متاعه الفئة السياسيس ليه ربي يفرج عليه إذا كان عنده الحق نحنا نمو رياضية الله لا يوريها الهد بقى كيما تفضلنا للناس كل كلمة هذا سياسيس برشا نوادي وخاصة رجال نادي سفيقسي عندها رجالها وإن شاء الله معناتها في هذه الظروف أنا نحتاجك وقت دي نبدأ أنا في الظروف سيئة يا سير هذاك عليش قلت يجب يتحرك وتاوز ما تخليوش لأمور توصل كيما وصلت مع سليم الرياحي في النادي الفريق ما نحتاجك وقت دي أنا تبدأ في رفاهية نبدأ في رفاهية وشي كان عاونت بركة الله فيك ما عاونتش ما نكرره فيه لكن تاوى في الظروف هذه يظهرني مجسي مخلوفي بركة هو اللي يحس على السياسات فمن مئات الألاف اللي يحسوا على السياسات معنيهم الهياخ وتاوى وقف في تراجل واحد ولازم ينقضوا الفريق